من بغداد إلى البصرة انتقلت حرب الميليشيات على السلطة والنفوذ وسط حديث عن قرب فرض حالة الطوارئ استنادا إلى معلومات أمنية تؤكد وجود مخططات لدى بعض الميليشيات لإثارة المزيد من الفوضى عقب هدنة هشت من المتوقع أن تنفجر مجددا كما حدث في مرات سابقة التحذيرات لم تقتصر على الأجهزة الأمنية في العراق بل إن المخابرات الأمريكية تحدثت عن مخططات لإثارة الفوضى فيما حذرت بريطانيا رعاياها من السفر إلى العراق التطورات الميدانية التي تشهدها البصرة تمثل بحسب مراقبين حلقة أخرى في سياق الصراع السياسي ورغبة لدى الزعامات الميليشيوية باستعراض قوتها باستخدام سلاح الدولة وهو ما حذرت منه رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جيني نبلاس خارت أمام مجلس الأمن عندما قالت إنه بوسع أي زعيم سياسي جرى البلاد إلى صراع دموي ممتد ومهلك واضح الاستعراضات الأثنين اللي حصلت القوات الأمنية ما رد نزجها بأي صراع سياسي ولا رد ندخلها في أي مناوشات مع أي جهة كانت يحاول محافظ البصرة أسعد العيداني أن يبرر العجزة عن ردع الميليشيات بعدم الرغبة بزج القوات الأمنية في صراع سياسي على الرغم من اعترافه بأن ما يجري ترك أثر لدى المواطن الذي يمثل الضحية الأولى للصراع ويقول المراقبون إن ما يجري في جنوبي العراق هو عملية نقل مؤقت للصراع المسلح عقب اشتباكات المنطقة الخضراء نهاية آب الماضي إلى معاقل المتنافسين في المحافظات مشيرين إلى أن الهدوء الحذر في الوقت الحالي لا يمنع من تجدد القتال في أي لحظة خصوصا مع حديث مصادر في التيار الصدري عن التحضير للنزول إلى الشارع مرة أخرى في حال قررت قوى الإطار التنسيقي عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس حكومة معتبرة أن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة النزال الأخير